اشتواترت النصوص بالتشديد على التحذير بالتشديد والتحذير من أن يقول الإنسان على الله بلا علم بل جعلت النصوص ذلك من الكذب على الله تعالى قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أي لا يوجد أحد أشد ظلماً من أولئك الذين يكذبون على الله قال جل وعلا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ومن هنا فإن حاجة الأمة شديدة لوجود العلماء ولن يكون هناك علماء إلا بالسير في المشوار العلمي بطلب العلم وتدرج فيه والانتقال من مرحلة إلى مرحلة لقد جاءت النصوص ببيان مكانة العلماء ورفعة درجتهم يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولذا أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم وسؤالهم عما يشكل في دين الله قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى فاسأل به خبيرا اشتركوا في القناة